بس يا سيد. لما تيجي تضرب ما تعملش كده. وبعد كده تضرب كيو. وبعد كده كده. وبعد كده تروح ده. بتعملش الكلام ده. بتعملش بالطريقة دي. لما بتيجي تضرب حد او تيجي تلعب مع حد. بتضرب. عايز تضرب عايز تضرب الاي بتاعتك. بتدوس اوتو اتاك. يعني خلي كل اتاك. ليه الكلام ده? عشان تبقى فاهم بس ما تبقاش بتنفزه خلاص. هم تيجي تعمل حاجة زي انت عمتك بتاعك واحد. فانت كل ما بين الضربة والتانية بتعد الثانية. لأوتو اتاك. القطو اللي بعدها هتيجي بعد ثانية. دي المسافة لما بين كل لأوتو اتاك وقطو اتاك. كل دون بتاع لأوتو اتاك. فانت تستغل كل دون ده في ان انت تستخدم بتاعتك اللي هي الكاستنج بتاعها بيبقى اقل من الثانية. او انت كده كده ما احتاج تكاستنج لسبيل فانت تستخدمها بالطريقة دي. كلام ده ينطبق على اي تابيون في اللعبة. انت لما بتيجي تضرب بتضرب السكيل وبعدها على طول وفي نفس الوقت فيه بتكنسل السكيلات مع بعضها. زي لما تيجي تعمل مثلا او ما بتعودش توقف مع بعضها وان انت تستنى دي تخلص وبعد كده تتشانل التانية. بتتشانل اللي اتنين في نفس الوقت. او تعمل واحدة فتكنسل التانية. وكلام ده بتعمله بعد يعني سكيل السكيل اللي اللي بعدها. دي الطريقة اللي انت بتعمل بها. عشان تطلع الماكسيمم دامج تضرب سكيلاتك كلها. اكبر كمية من السكيلات واكبر كمية من القوتو اتاك. وقت صغير. ولكن ما تنساش بتاعك. لو انت بتعمل بشامبيون انت اللي بتجري. ما تضربش سكيل وما تضربش قوتو اتاك توقف لك نفسك. علشان تضرب الانيمي. لو في واحد بيجر وراك وبيضربك. وانت هلسك قليل. ولو انت ضربت قوتو اتاك. انت هيتعملها. انت اي حاجة بتضربها اي سكيل اي اتاك او الاغلب. في اغلب الاتشامبيونز بتوقفك. يعني لما تيجي تضرب اتاك. الاتشامبيون لازم يقف عشان يضرب الاتشامبيون لازم يقف علشان تضرب كيو. وبعد كده يكمل ماشي. فلو الوقفة دي هتموتك ما تضربهاش. حاول تخافز على ما بينك اميله قدامه. الكلام ده بيبان اكتر لو انت بتلعب ايدي كاري. بس كده.